على الكويت أسبوع حافل بالأحداث القمة الخليجية توقت في الكويت وبيت الاستثمار العالمي جلوبال يتنفس السعوداء بعد توقيع عادة جدولة ديونها واستقالات بالجملة في القطاع المصرفي في الكويت وبينها القطاع المصرفي يحاول التقاط أنفاسه من تراشق الاستقالات من هنا وهناك قطاع شركات الاستثمار يتنفس السعوداء بعد أن نجحت جلوبال في توقيع خطة إعادة هيكلة ديونها لتفتح باب الأمل أمام شركات الاستثمار القطاع الذي تلقى النسيب الأكبر من اللوم والانتقادات لإخفاقات الأزمة المالية العالمية قبل أن ينتهي عام 2009 بكل ما حمله من أزمات ومفاجآت قاسية على القطاعين المالي والاقتصادي أرادت جلوبل أن تودع العام قبل أن تزف إلى السوق مفاجأة صارة مع نبأ توقيعها إعادة جدولة ديونها البالغة 1.7 مليار دولار وفي أجواء مليئة بالتفاؤل وقع ممثل 54 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية على خطة إعادة الهيكلة والتي ستتم على ثلاث سنوات الخطة التي وضعتها جلوبل بالتعاون مع بنك HSBC الذي لعب دور مستشار إعادة الهيكلة هذه العملية بدأت منذ عام تقريبا عندما أعلنت جلوبل تخلفها عن دفع إحدى مديونياتها وجاء الإعلان كصدمة حيث أن أحدا لم يتوقع أن تتخلف جلوبل عن الدفع وكانت جلوبل أول شركة في المنطقة تعلن أنها تعاني من مشكلة ويجب أن نعترف لها بشجاعتها في أنها رفعت يدها واعترفت بالمشكلة وتم تعييننا بنك HSBC كمستشار لإعادة هيكلة ديون وعملنا مع جلوبل عن قرب وما ميز جلوبل خلال هذه المرحلة هو الشفافية المتناهية في التعامل مع الدائنين وهو أحد أهم أسباب نجاحها في إقناع 54 مؤسسة مالية بجديتها في تنفيذ الخطة التي وضعناها سويا معهم والتي تنص على أن تقوم جلوبل بدفع كامل مستحقاتها خلال ثلاث سنوات وتعتبر جلوبل أول شركة في المنطقة تنجح في توقيع خطة إعادة هيكلة ديونها حيث استغرقت المفاوضات فترة العام بالكامل عانت فيها الشركة من أزمات عديدة بعد أن تعثرت في سدادي بعض ديونها ولكن الشركة نجحت في النهاية في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين وإقناعهم بخطتها ودعمهم للشركة خلال المرحلة القادمة هدف CIP من أنه يخش اتجاه قانوني أو أنه يعيد جدوله مش لمجرد أنه بنعمل مشاكل لا أبدا أنا النهاردة وانس إن أنا لقيت خطة طموحة مقتنعين بيها جدا أننا النهاردة الشركة دي خلال الثلاث سنوات ستقوم بسادات كامل مديونياتها بدون أي هيركوت حقيقي خطة طموحة عمل فيها مجهود كبير قوي قوي وانس إن أنا لقيت حاجة صالد أنا كCIP أول نسمة وقعت بعدها وسحبت الليجل كيس ده من نقطة نقطة تانية الشركات دي حقيقة تعلامي كويس قوي إن الصروة البشرية فيها والإدارة هي الأساسي يمكن 90% من نجاحها أو 95% من نجاحها المؤسسة الناس اللي بتديرها حقيقي وانس إن إحنا اختنعنا إن الإدارة الحالية بقيادة ماها طبعا إنها مستمرية التيم بتاع المانجمت حقيقي ناس بري بروفشنلز ابتدينها لأ دول ممكن إن إحنا نستنى معهم 3 سنين وأربع سنين ونعيد الجدولة تاني هل ممكن نتكلم عن الخطة نفسها إيه الضمانات اللي واخدها البنوك خلال 3 سنوات دي تضمن إنه يتم بالفعل دفع المستحقات؟ بالضبط كده هو فيه من ضمن الريستركشور بلان اللي موجودة إن هي الأسس اللي موجودة دي حتت حتعمل عليها بلوكينج فيه كابتال إنكريس كمان حتعمل أو فيه زيادة رأس مال حتحصل من جلوبال من الولد شير هولدرز يعني هيعملوا كابتال إنكريس علاوة على ده فيه الراجل الربزمس بتاعهم شغال كويس قوي قوي اللي هو بتاع الأسس مانرمت هو بتاع البروكرج وهم على فكرة منتشرين إقليميا فيه المنطقة بشكل كبير قوي قوي ومعروف طبعا اسم جلوبال فأساسا البزنس العادي بتاعهم هو بيجبلهم إنكم كويس مع الكابتال إنكريس ومع البلوكينج بتاع الأسس دي حتعمل عليها بلاج لحد الثلاث سنين أعتقد أنها خطة طموحة جدا ويعني بقول إن دي تتحطي مثال لأي شركات متعسرة لازم فيه ترانسبيرنسي شفافية أعلنوا يا جماعة إحنا عندنا إيه ونشوف بعد كده الحلول إيه بدل يعني اللي أنا شايفه إن أحسن حاجة الشفافية بدل ما بيحصل مفاجآت بتؤدي لكوارث أكتر فأعتقد إن ده مثل يحتزى بيها هل السي إي بي دخل في خطة إعادتها يكلم مع شركة أخرى في المنطقة أو في مصر أو في الخليج؟ أحد ذلك لا يخفى على أحد الظروف في الخليج عاملة زي لكن يمكن هي جلوبال يمكن كتهية الكيس بتاعتنا لكن المنطقة يعني لحد دلوقتي يمكن أول ناس ابتدوا إن هم أعلنوا إن هم عندهم مشكلة من السنة اللي فاتت وبتدوا يعملوا الريستركشل بلان كانوا هم استغرق فترة كبيرة جدا يعني يمكن قربة العام يمكن أكثر من عام موضوع إعادة الهيكل حضرتك بتتكلمي في حاجة وخمسين بنك مختلفين تماما فيه ناس شارين بونز فيه ناس واغدين مدين لونز كده على طول فيه ناس داخلين في سندكيتد لونز مختلفين تماما اختلاف ثقافات اختلاف دول اختلاف مسافات زمن السوق ما كان بيحصل له انهيار وشوية سوق يتعيدل تاني سنة صعبة على الجميع ربنا ما عيدها عملنا خلال الستة اشهر الماضية مع جلوبال ومع بنك HSBC وكانت عملية التفاوض تتسم بقمة الشفافية والانفتاح وانا اقول ان خطة اعادة هيكلة ديون جلوبال صنعت سابقة لاعادة هيكلة ديون شركات اخرى ليس فقط في الكويت ولكن في منطقة الخليج منذ البداية اعطت مهاء الغنيم ثلاث وعود للبنوك الدائنة اولا انها ستقوم بخدمة الدين خلال عملية التفاوض ودفع الفوائد المستحقة في وقتها ثانيا ان البنوكة لن تضطر الى التنازل عن اي جزء من مديونياتها ثالثا ان عملية التفاوض ستتم بمنتهى الشفافية والصدق ولقد وفت بالفعل بكل الوعود وانا استطيع ان اقول اننا في الحقيقة سعدنا جدا بالتعامل مع جلوبال وHSBC خلال الشهور الماضية ويأتي توقيع جلوبال لخطة اعادة الهيكلة في وقت تحاول فيه شركات استثمار اخرى الوصول الى نفس الاتفاق مع دائنها وربما من العوامل التي ساعدت في انجاح مساعي جلوبال هو نموذج الشركة نفسه والذي يضمن استمرار تدفق السيولة من خلال